تسجيل العقاري بأن الاتفاقية تأتي انطلاقا من تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تلقاه هذه العلاقات من رعاية خاصة من لدن جلالة الملك المعظم وملك المملكة المتحدة الصديقة مشيرا معالي إلى ما يشهده التعاون بين البلدين الصديقين من تطور في المجالات المختلفة من جانبه أشهد الأدميرال أنغوس أسنهاي رئيس مكتب المسح الهايدروغرافي بما توفره البحرين من خلال إدارة المسح البحري من بيانات دقيقة ومحدثة تعبر عن ما وصلت إليه البحرين من تطور متقدم في هذا المجال هذا وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والبيانات الملاحية المحدثة وبيع الخرائط الملاحية الصادرة عن مملكة البحرين وترويجها عالميا بالإضافة إلى تقديم البرامج التطويرية والتدريبية للكوادر البحرينية في مجال المساحة البحرية وفي رسم الخرائط الملاحية والاطلاع على أفضل الوسائل التكنولوجية المتبعة في هذا المجال وخلال الزيارة قام رئيس الجهاز المساحة وتسجيل العقاري بجولة ميدانية في المتحف البحري الوطني البريطاني حيث اطلع على بعض المقتنيات والخرائط التاريخية التي تخص المسح البحري